موسيقى وسائل الإعلام الدولية تناولت منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ وأكدت أن المنتدى نجح في إنهاء عزلة الشباب وإعادتهم إلى الأنشطة التفاعلية ونشر الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف بياناً صحفياً تناول في إطلاق النسخة المصرية من المبادرة الدولية للأمم المتحدة Generation Unlimited شباب بلد بمنتدى شباب العالم لتكون مصر أول دولة في المنطقة تشهد إطلاق نسخة من المنصة الدولية وركز الإعلام العربي على العديد من الموضوعات حيث نشرت صحيفة التيار السودانية مقالاً كتبه صلاح غريبة تحت عنوان منتدى شباب العالم وسياحة المؤتمرات ركز فيه على أن سياحة المؤتمرات والمعارض تمثل نمطاً سياحياً هاماً ينطوي على اتفاق سياحي كبير وفرصة أكبر لتسليط الضوء على المقصد السياحي خلال كل تواجد دولي وهو ما يجسده منتدى شباب العالم الذي يعتبر تجربة مصرية رائدة تجمع كل شباب العالم من كل الدول وتناولت صحيفة الشرق الأوسط تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول حقوق الإنسان التي قال فيها أن الجهود المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز لم تقدم عليها مصر تحت أي نوع من أنواع الضغوط بل في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الرئيس السيسي قال أن مصر نجت من الخراب والدمار الذي استهدف المنطقة العربية مشيراً إلى أن جائحة كورونا لم تعطي فرصة للدول في التعامل معها إلا من خلال فرض إجراءات وقيود وأن هذه الإجراءات التي صاحبتها كانت كاشفة لقضية حقوق الإنسان وأوردت صحيفة الخليج الإماراتية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التعامل مع قضية حقوق الإنسان من المنظور الشامل خاصة في ظل العديد من التحديات التي تحيط بالدول محذراً من التخريب الذي تتعرض له الدول من خلال التآمر ومطالباً بعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول بهدف تخريبها كما أكد أن مصر نجت من هذا التخريب الذي كان يستهدفها لكن دولاً أخرى لحق بها الضرر وسقطت في الخراب والدمار الذي طال كل حقوق الإنسان صحيفة واشنطن بوست نقلت عن الأسيشييتد برس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن مصر تستضيف ما لا يقل عن ستة ملايين شخص فروا من الصراع والفقر في بلادهم مضيفاً أن حكومته على عكس بعض البلدان الأخرى لا تحتجز المهاجرين في مخيمات للاجئين لكنها تسمح لهم بالعيش بحرية في المجتمع وأبرز موقع سي أن أن بالعربية تصريحات الرئيس السيسي على هامش منتدى شباب العالم حيث أكد أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري وذكر أن التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية وتناول موقع قناة روسيا اليوم رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على انتقادات وجهت إلى بلاده في ملف حقوق الإنسان مؤكداً أن مصر حريصة على حقوق الإنسان في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها وأبرز موقع شبكة بي بي سي عربي فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في منتج شرم الشيخ وقال إن الرئيس السيسي افتتح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر وأكد أن المنتدى يعتبر فرصة حقيقية لإدراك الحوار وإدارة الخلاف فيما بيننا موضحاً أنه يجب أن نكون مختلفين دون تميز وهو ما يتطلب إخلاصاً للنواية ونقل موقع وكالة شنخواء الصينية عن جاياثما ويكرا ماناياكي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب قولها إنه لابد أن يكون لدينا عالم يعترف بالشباب وقدراتهم كعامل من عوامل التغيير مؤكدة ضرورة تمثيل الشباب ومشاركته خصوصاً في ظل جائحة كورونا والتغييرات المناخية ولفتت مبعوث الأمم المتحدة لانتباه إلى أن أكثر من نصف سكان العالم دون سن الثلاثين عاماً وهي أعظم مرحلة نستطيع من خلالها تحقيق التنمية المستدامة اشتركوا في القناة